مشاهدين أكيد حتى نتعرف على عالم الورد أكثر اليوم ويانا المهندسة العمارة والتصميم الداخلي ألا بشنات صباح الخير صباح النور أهلا سهلا بكم الحمد لله نشكر الله أنتم كيف سحقتكم ألا الحمد لله تمام ألا أحنا نعرف يمكن حضرتش مهندسة عمارة وديكور داخلي لكن أنت تخصصتي بمجال الورد أكثر فهذا رح يخلي يمكن الخبرة بما يخص أماكن وجود الورد وتوزيع في البيت بشكل موسع أكثر يعني نريد نعرف بالبداية اليوم إذا نشوف الورد يدخل بالديكور سواء كان الصناعي أو الطبيعي ولكن أنت شخصيا شون تفضلين الطبيعي أو الصناعي هلا الفكرة هي مش طبيعي وصناعي أكثر من إنه شو المناسبة أو المكاني اللي إحنا بدنا نحط هاي التنسيئة فيه في أماكن تستوجب علينا إنه لازم نحط لها صناعي وكمان طبيعة عمل الأشخاص اللي يجوا لبيتين طبيعة الحياة بعيدهم فيه أشخاص ما عندهم كتير وقت للاعتناء فيه تعرفوا الورد أدي حلو أولا زي ما حكيته قبل شوي مدة حياته أصيرة زائد بده عناية كتير كبيرة يعني حتى مثلا شطلات الأوركيدز اللي تعتبر إنه لأ بتضاين شوي عندي في البيت بدهها كتير عناية وفي ناس طبيعة الحياة تبعتهم عملية ما عندهم هداك الوقت اللي قدوه فمن هون زهرت فكرة الصناعي وطبعا إحنا لما نحكي صناعي بحب كتير أنوه لصناعي هاي كواليتي اللي بتيجي الجودة تبعته عالية لأنه بتعرفوا الصناعي اللي جودته من خفضة بيعطيني مفعول عكس اللي أنا بدي ياه في البيت فيعني هاي أول شي كنقطة أولا النقطة الثانية فيه مناسبات يعني ما بقدر أستغني عن الطبيعي فالطبيعي إلو أماكنه وإلو خياراته والصناعي طبعا إلو أماكنه وإلو خياراته مئة بالمئة بس أنا أريد أسألك أنه أكو نوعيات ورد ممكن أنه تضل وماكسيما مش قد الضل مثلا نشوف أنه تجينا هدايا أو أنه ناخذ هدايا ورد يعني إذا أريد أخليها بمي وأكون كل شي مداريتها بهذا الموضى إذا كان شدة أو صيف فممكن تريد تبقى لها مكسيما مسبوع صحيح هل أكو نوعية ورد معينة أنه تضل أكثر فترة أطول بالعادة الورد جميع أنواع الورود هي متساقطة يعني الورد هو إشي مش أفرغرين دائماً في أنواع نباتات بتكون أفرغرين في أنواع نباتات بتكون متساقطة الورد هو من الأنواع اللي أكيد متساقطة يعني أد ما أنا أحاول أحافظ عليه اللي هو يعني أكتر نبتتين كشطلات بالعادة من أخذهم هدايا إذا ما بدنا ناخد بوكيهات ورد اللي هم الأورتاسيا الهايدرينجا أو الأوركيد والتنتين بالضبط والتنتين أد ما تحاولي أنه تحافظ عليهم يعني ما رح يضينوك أكتر من شهر خلينا نحكي شهرين وطبعاً بيعتمد على الصيف شتاء الفصل يعني الجو بالمنطقة اللي أنت بدك تحطيهم فيها طيب ألا أحنا دائماً بكل مناسبة يمكن تصور عدنا حيرة أنه أنا شخص مريض أريد أخذ لورد المستشفى أخذ أبيض أصفار أحمر رايخة عيد ميلاد رايخة ما عرف شنو فإحنا نعرف كل ورد إلى أو كل لون ورد إلى دلالة فهذا أهم موضوع من كل يوم نقدم للمشاهدين صحيح أول شيء وهلأ ستشوفوا على السلايدات حاولت أنا أسم الكاتيجوري دخلين نحكي تبعت الورد بناء على ألوانها في مناسبات بحتاج أني أخذ لها ورد أبيض مثل مناسبات الأفراح الأعراس بالغالب نأخذ لها أبيض مناسبات العزيات بعيد الشر من هون طبعا أبيض يعني أكيد ما رح أخذ شي ملون في مناسبة أو إذا أنا رايحة زيارة لبيت جديد ما بعرف شو الستايل أو شو الألوان تبعت هذا البيت يفضل أنه أنا أخذ أبيض أو درجات النود حتى أضل بالسيف سايد بالظبط هلأ دلالات الألوان خلينا نحكي إذا أنا رايحة أزور مريض دائما معروف أنه لون الأصفر هو لون بعتي التفاؤل وبهجة وهو يعني خلينا نحكي يرمز على طولة العمر فلون الأصفر لزيارة مريض إشي كتير حلو كمان عندنا دارج إذا أنا بدي أروح أبارك لواحدة برضو بمستشفى في بيبي يعني بيبي جديد بالعادل متعارف عليه أنه إذا هي والدي بنت أنا بأخذ بينك إذا هي والدي ولد أنا بأخذ أزرق فهي برضو من الأشياء اللي متعارف عليها اللون الأحمر لون لا يمكن الاستغناء عنه في الفلنتاين مثلا أو في عيد الأم في كتير أشخاص بفضلوا يهدي أمهاتهم بعيد الأم اللون الأحمر هو رمز للحب والرومانسية يعني هو أسمى درجات الحب خلينا نحكي لون الأحمر اللون الزهري منشوفه كتير بالمناسبات اللي هي عيد الأم منشوفه بالمناسبات اللي هي دعم للمرأة بشكل بالمجمل يعني وحتى في أمراض اليوم اللي بيرمز لمرضى السرطان يعني سرطان الثدي تحديداً لأشياء اللي بتخص المرأة كتير عم بيكون استخدام اللون الزهري اللون البنفسجي هو لون يرمز إلى الاستقلالية والاندفاع والعطاء فاللون البنفسجي من الألوان الحيادية بقدر أخذها في زيارة مريض إنه هو بيعطيه القوة بقدر أخذها في زيارة بيت لشخص عادي وبقدر أخذها بأي مناسبة ما إليه بالضبط تحديد بس بحب أنوه إنه بالعادة بزيارات المرضى يعني بفضل إنه أخذ ألوان هادئة مش ألوان كتير صارخة يعني شوف الورد الأورنج أنا شفت ورد أسود صحيح أكو أزرق صحيح هلأ الورد الأسود هو إشي بيرمز إلى عمق الصداقة لا هو إشي يعني أنا مش من الأشخاص اللي بفضل اللون الأسود بالورد نهائي بس هلو غريب بس هلو من جديد صاروا كتير يستخدموه لأصدقاء يعني إشي عمق العلاقة خلينا نحكي فأخذوا ورد أسود دلالي مودة شودة فهذا هيك ضافة أنا حتى ما حطيته ما بعرف مش كتير يعني بفضل أبدا بحبه على اللبس أما على الورد ما بحس إنه يعني بس حسين من شكل غريب حسين شكل غريب أه يعني هي شكل غريب ممكن فيه كمان أنا المفضلة عندي اللي بحسها بتثبط في كل محل هي الألوان الربيعية اللي هلأ طلعت عنها قبل شوية هي خليط من الألوان الأزرع الأبيض الزهري هو كان هذا سؤالي ألا يعني يعني هواي بوكي ورد يوصل مثل برحة وصلني بوكي مال ورد بلون البنفسجي ووردي وأبيض ممكن إنه واحد يسوي ميكس بالزبط هي ميكس للألوان يعني خصوصي بالمرحلة هي الورود الربيعية خلينا نحكي تلبع على كل محل وبتعتي بهجة على فكرة يعني أنت لما تستقبلي بوكي ورد لون واحد أوكي حلو كل إشي بس غير لما يكون عن جد هيك مشكلة لألوان ربيعية طيب ألا بالنسبة للورود أو الوردة اللي ما تموت أو الوردة الأسطورية أو الوردة المحنطة هاي شنو موضوعها؟ هلأ هي خلينا نحكي رمز لإشي يعني حلوة فكرتها بين تنين خاطبين بين يعني يعني هي الفكرة في أنه طحنيطها أنه هي بدوم أطول فترة ممكنة ففكرة الذكرة أنها تضل أنا مع هاي الفكرة يعني فكرة كتير حلوة طيب أكوهوية شغلات نقدر نخليها بالبيت مثل ما ما ذكرنا أنه أنا اليوم ما أنتظر أنه أنا أدي ورد أو أنا أجيب ورد يعني حابة أنه أنا أخلي عندي ورد بالبيت نشوف أكوهوية عوائل على طاولة السفرع يخلون هذا الورد فهذا الشي نشون أختاره أختاره إذا كان على لون الأثاث أو على الديكورات اللي موجودة عندي بالبيت له اللي أنا حابته أقدر أخليه طيب هلأ إحنا في عنا خيارين يعني بالعادة الأشخاص بروحوا لخيارين يا إما بيعملوا زي اشتراكات مع محلات الورود وهما ما بيتأيدوا بلون ورد معين بيظلوا بشكلوا كل فترة والتانية وبيكون الألوان بالعادة اللي بيختاروها متنوعة يعني مرة بتلاقي حاطة بيربل مرة بتلاقي حاطة أصفر مرة أبيض أو إذا بدنا نروح لخيار الورد الصناعي بهاي الحالة بدنا نتماشى مع الديكور اللي موجود أصلاً في المنزل بالعادة إذا كان الديكور عندي ألوان حيادية بقدر أختار أي درجة لوم تلبق عليه يعني الحلو في الدرجات الحيادية أنه معظم الألوان تلبق عليها بالضبط وشو مكان عندي بروح عليها ولكن هناك شغلة مهمة أريد أن أعرفها مرات تأتينا بوكيهات مع الورد ليس لأنه غالية وليس لأنه من الشخص نفسها أوفت شي ولكن أنت تحبيه فإنه خلاص ما أريد أذبها إنه تذبل أطلح من الماء تذبل وماذا أستطيع أن أحافظ عليها أنه تبقى بس منظر يعني الورد حتى لو يتجفف يبقى شكل حلو فماذا أستطيع أن أحافظ عليها وتبقى تتجفف؟ نعم هلأ بدك تطلعيها من الماء فيه كثير تكنيكس يعني بيعملوها لتجفيف الورد بس بالعادة التكنيك الأسرع خلينيحكي بطلعوها من الماء طبعا وبيقلبوها وبيخلوها مربوطة بالشمس فبتطلع ميتها ويعني بالضبط بتنشف تجفيف بس طبعا ألوانها كلها يعني راح تروح بالضبط راح تروح قال اللي عندي راحت آي طبعا بس بقت نفس شكل نفس الشكل صحيح وأرجع ألفها نفس اللفة مالتها وبترجع بتلف فيها نفس اللفة صبعا الورد المجفف بصير إذا يعني إذا بتدقري بسهولة ممكن يتكسر فبديك كثير تكوني منتبها يعني وانتي عم تتعاملي فيها بالضبط طيب ألا شنو أبرز نسائح اليوم نقدمها لكل من يشاهدن بما يخص الورد اهدوا بعض ورد كثير يعني عن جاد ما في أحلى من الورد أنا لفت نظري بالتقرير هلأ إنه على الباع المتجولين اللي بالشوارع أو على حتى محلات الورد يعني بتعرفي بأوروبا ما بتدخلي على شارع إلا فيه ورد ما بتروح يعني كثير عندهم محلات ورد وبالعكس يعني بالضبط بالسوبرماركت ببيعوا شطلات ببيعوا يعني عن جاد الورد إشي كثير بيعطي طاقة إيجابية حلو ينهده بكل المناسبات حلو ينحط في كل أماكن البيت وبرضه شفنا بالتقرير اللي قبله أنه يعطي طاقة وبمقارنة السيدة اللي في حواليها ورد كيف إنتاجيتها عن السيدة اللي لا ما في حواليها ورد هاي الأشياء على فكرة كثير بتأثر علينا نفسيا حتى وإحنا مش منتبهين فنصيحة للكل إنه الورد كثير حلو ووهدوا بعض ورد حطوا في بيوتكم حتى لو طبيعة الحياة تبعتكم عملية مش كثير فاضين إنكم تعتنوا خلينا نحكي بالشتل جيبوا ورد صناعي بس اختاروه بطريقة كثير يعني مناسبة تكون دقيقة بالضبط إنه يكون كواليتي تبعتهم رتبة بس ما في أحلى من الورد ينطيفس الطاقة؟ يعني مراتي قلت طبعا لا لا ننصح بهذا الموضوع هلأ طبعا لا لا يوجد شيء مثل الطبيعي يعني سبحان الله خلقت الله داما غير بس في ناس بيحكوا إنه لا عاو الصناعي وبيعطي طاقة سلبية يعني العكس تماما هلأ هذا الحكيم مش صح مش صح يعني يعني أوكي ما بيعطي نفس الطاقة بالضبط يعني أوكي ما بيعطي نفس الطاقة طبعة الورد الطبيعي لأنه في النهاية الورد الطبيعي إشي طبيعي وإله ريحة بس لا يعني أنه الورد الصناعي عم يعطي طاقة سلبية مش لهذه الدرجة إلا الورد اللي بيكون وعفكرة بصير تصناعي الورد المجفف من الأشياء اللي طلعت عليه دراسات أنه بيعطي طاقة سلبية انا هاي المقلومات انا مو كتير بأمن بهذا الحكيم انا بأمن يعني تخيلي أنت بوكي ورد وصلك من حدا كتير عزيز عليك وانت ما بدك تكبيه فروح تجففتيه هل أنت بس تطلع عليه رح تاخد طاقة سلبية طبعا لأن انت بس تطلع عليه تتذكري هذا الحدا بأشيء إجابي إن شاء الله ممنطقية بالضبط مش منطقية أعتقد تعتمد على الأشخاص وقناعاتهم أيضا بشكل قائسي طبعا شكرا جزيلا إليش آلاء يعني نورتنا اليوم بصفح جل وإن شاء الله يا رب حياتنا دائما مليئة إن شاء الله يا رب شكرا أكيد إليش يا آلاء نورتنا اليوم أهلا وسهلا فيكم ويوم إن شاء الله يا رب بكل وارد أهلا وسهلا فيكم شكرا شكرا